موسيقى ويقومون بحرارة تنكز الناس مخدرات حياة كثير جدا الشراسة دي نسبة فطرية موجودة في كلب ربنا خلاقة فيهم في 5% في كلب في 50% 70% كل كلب ليه نسبة اللفظ الوارد العادي الطبيعي هي حراسة بس هنا في مصر دايما بنقول شراسة فما فيهاش مشكلة انا ممكن نقول شراسة عادي بس افاهم معناها بس طارب جدا لما بلاقي مدربين كده كاتبين بص على الفيسبوك تدريب حراسة وشراسة وحياة كتير حراسة طب احنا فيمناها وشراسة كمان فيمناها طب يعني هو هيجيلك هيضرب شراسة ازاي يعني هيضرب كلبك يخليه خارج نطاق السيطرة ويقعد اي حد يمكن او مثلا يكون هو يعرف حاجة انا كمحمود فادي معرفهاش جايز او ممكن مثلا اللي هو بيستخدم نوع من انواع الدعاية بحيث ان يعرف الناس اللي هو بيعرف يعمل حاجات كتير بغض النظر يعرف او لا بس النوع من انواع الدعاية ده نوع رخيص امش بحبه خلينا اوريكم فيديو دلوقت عن كلب روت ونرجع تاني زي ما انتم شفتوا في الفيديو ممكن تكونوا شايفين هو فيديو طحفة فيديو قوي روت طلب الراجل بس في الحقيقة بالنسبان انا شايفه عادي جدا هشرح لكم ليه دلوقتي انت بممكن تشوف في اي فيديو بنتشوفه بتلاقي مثلا لمساعد لابس الدراع وفيدي الناحة التانية العصايا زي ما حصل في الفيديو تلاقي كلبي بيهجم في انت؟ بيهجم في الدراع معنا كده اول حاجة اللي انا بعرض للكلب اللي خطر سواء كان معايا عصايا كان معايا مسدس ده كده اول حاجة كمان بلاس اللي فيه كلاب بتهجم لو انت لابس الدراع تهجم لو علاقة الدراع ما تهجمش كمان حاجة تانية انتم ممكن تكونوا خدتوا بالكم منها في الفيديو فيه ناس وانس اللي هو الكلب بيجري بيسيبوا الدراع ويجروا وكلبي بياخد الدراع زي ما الفيديو هو قلب الراجل وخد الدراع والناس فضلت تسقف له وراح هناك ولاعب خلاص هو اكتفى بالموضوع ده معنا ايه؟ معنا مثلا لو لابس مثلا قميس او اي حاجة الكلب جيه عض حتة من القميس خدها سبنا انا الواحدي مش مهم واكتفى بحتة القميس كل الحاجات دي غلط هوا ممكن نبتدي ندربهم فيها كبداية بس مينفعش اللي هي تفضل على طول بمعنى اللي انا ممكن ادربه قلب الدراع عادي وفي ايدي ناحة تانية عصايا او اي سلاح ده اربط بس شكل صوري للكلب لما بفيه في ايدي سلاح اللي هو يبتدي يهجم بس مينفعش يكون التدريب اللي هو الدراع بس والعصايا بس لا التدريب اكتر من كده هتلاقيه ممكن كمان ناس لما بتيجي بيتتعض بيتصوت وتزع ليه بيعملوا كده؟ بيعملوا كده علشان لو هو فضل يعد وانا بيينت لاي مبولاه واكيد انه مش حاسس بقي يعد ممكن الكلب يبتدي يغير الوضايا بتاعته يعد من رجل يعد من اي حتة تانية ساعتها هتواجع بجد فبيبينوا للكلب اللي هم فعلا موجوعين بس اهم حاجة لو انا عايز اضرب حراسة صح اللي انا مقيدش دماغ الكلب اللي هو يعض في مكان واحد واللي انا اعرضه له خطر احسن حاجة للتدريب الحراسة اللي هو البدلة البدلة بحيث ان الكلب اخليه يعد ممكن من اي مكان كلبي بقى زكي عبكري ما بحبش احدد حاجة معينة للكلب اللي هو يعض من الدراع وبس ده بالنسبة للعد الكلب المفروض بينفز في حاجتين لان ما بمر منك او لو هتتضرب وانت مش واخد بالك ما فيش حاجة تالتة بمعنى ايه انا لو الكلب واقف جنبي ست وبجيب اسلام على حد وجيه طب طب عليه بس انا ما قلتش اي حاجة بيسيبه عادي جدا او ما قلوه بيت او يعض يعض او ما قلوه بس او ليفت يسيبه ويجي طب طب عليه تاني وما يعملوش اي حاجة احنا عملنا ايه في الحتة دي مهمة قوي احنا خلينا الكلب من او من هو هادي لفايت ستيت انا نزلت الفيديو ده عشان فيه ناس كتير قوي بتسألني على الموضوع ده انا مش بقدر اللي انا اقول لناس كتير قوي ازاي تدرب حراسة لان فيه ناس عايزة تستخدم الموضوع ده في مضربة يعني فايت بين الكلاب او تعد انا دايما بشوف الناس بتخلي تجري كلابها تجري ورا الناس انا مش بحب الموضوع ده نهائي فالتدريب لازم ببقى حد فهمه كويس قوي فانا وضحت لكم نوعات معينة يريد تكونوا بس واضح قدامكم ولو فيه اي سوال او اي حاجة مش عارفينها اسألوني على البيتج على الرقم موبايل على كل التفاصيل هنزلها على اللينك بتاعنا ولو اي حاجة اسألوني السلام عليكم